مثل غيره من معالم العراق التي طالها الإهمال تحول قصرار رئاسة السابقين في مدينة الحلة إلى مكان للسكن العشوائي فيما ترك الآخر مهجورا قرب المنطقة الأثرية وسط صراع سياسي للسيطرة عليهما ما أوقف جميع المشاريع التي طرحت لاستغلال القصرين كفرص استثمارية تدر عائدات مالية وكانت آخر تخصيصات إعادة إعمار قصر المدينة الأثرية التي ذهبت أدراج الرياح بلغت نحو عشرة مليارات دينار عام 2019 حيث صرح عدد من مسؤولي المحافظة أن عدم الاستقرار وتغيير المحافظين وجائحة كورونا عوامل حالت دون حسم ملف القصور الرئاسية في المحافظة أما القصر الرئاسي في سدة الهندية فالآخر يعاني من تحويله إلى بؤرة للمنازل العشوائية مدير منتج عبابل تحدث عن أسباب إضافية مالية ولوجستية منعت من إعادة إعمار القصور الرئاسية السابقة دخلت باب الضمن لاحظة التراث العالمي صار اتفاق أن هذا القصور يصير متحف لكن حسب ما أعرفه أنه انعلن سابقا وما اتقدمت إلى شركات مختصة ورصينة وزارة المالية والأمانة العامة المجلس الوزراء صار سنة ونص على منتج عبابل ما صار فيه درهم واحد لأن الإرادات رغم ما قاعد نطي إرادات بس ما قاعد تنعكس حاليا إلى إرادات وتدري هذا الموقع يحتاج إلى إدامة وصيامة من مفروشاته من أثاثه بينما يتحدث مسؤولون آخرون عن اتفاق بين الجهات الحكومية لتحويل القصر إلى متحف والله هناك يعني انتفاقيات ما بين الحكومة المحلية والهيئة العامة وخاصة منتمثلة مفتيشية الآثار بالقصر الرئاسي بتحويله إلى متحف فهناك اتفاق مبدئي بين الطرفين يأتي ذلك وسط مطالبات من صحفيين وناشطين بالإسراع في إعادة إعمار القصور كواجهات حضارية لمحافظة بابل نحن طالب الجهات المعنية والجهات المختصة بإعمار هذا القصر وتحويله إلى متحف لأن بابل بابل الحضارة بابل التاريخ فهذا جزء من حضارة بابل وتحويله إلى متحف أو تحويله أي شيء بدل ما يكون أنه مهمل ووفقا لهيئة الآثار والتراث العامة فإن بعض القصور الرئاسية السابقة ضخمة جدا وتحتاج إعادة تأهيلها إلى موارد مالية طائلة لم توفرها الحكومة ما أدى إلى إهمالها لسنوات